لما تبص للبطولة كده إجمالاً تحس أنه مستوى المنتخب الوطني بيتطور وبيتحسن مباراة بعد مباراة يعني مباراة لبنان كان الكيرف مش في أحسن أحواله والسودان الكيرف تلع شوية أعتقد أن الجزائر كانت واحدة من أفضل المباراة اللي قدمها منتخب مصر مش بس في البطولة لكن في الفترة الأخيرة كلها وإنبارح العودة قدام الأردن كمان بتقول إن المنتخب جاي وإن شاء الله بإذن الأفضل لم يأتي بعد رغم صعوبة المواجهة دور قبل نهائي تونس دربي من دربيات شمال أفريقيا خلينا نتكلم أكتر عن مشوار منتخب ومرحلة مستر كارلوس كيروش مع واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن عبدالله جلال طبعاً ضيفنا في السادسة مساء الخير يا كابتن نور الدنيا مبروك تأهل منتخب مصر القبل النهائي أكيد مبروك للشعب المصر كله أكيد مبروك يعني مبروك لحضرك برضو ومبروك للشعب المصر والمنتخب مصر أنه مقدم مصورة كويسة لمصر بالعموم في بطولة مهمة البطولة العربية دي بتجمع كوكبة كبيرة طبعاً في اللعبة العرب وأعتقد أن المنتخب مشرفنا لغاية دلوقتي الحمد كنت متوقع المنتخب يوصل لقبل النهائي من بداية البطولة؟ لا متوقع إن شاء الله يوصل لأبعد يعني فيه أبعد من كده ده الأداء اللي شجعك يعني المستوى اللي ظهر به المنتخب هو اللي شجعك تقول كده ولا أنت كنت حسس بده من قبل البطولة ما تبتدي لا من قبل البطولة الكلام كتير يعني فيه ناس ماشية مع مستر كروش موافقة معه على اختياراته وفيه ناس في الجهة المضادة فكل ده بيخليك يعني ممكن مثلا مرة تاخد القرار أن أنت مثلا لا المنتخب هيؤدي وهي هيبه كويس وإنت مع مين في دول لا أنا مؤيد على طول أنا متفقل على طول الحمد لله لا أنا مؤيد على طول دايما دايما أي مدير فني بيبعايز الأحسن عايز الصالح العام ما فيش مدير فني بيدور على المصلحة الخاصة ليه هو من خلال اختيارات مؤينة أو حد إملاءات موجودة خارجية عليه وهي يجي أقول لك إيه أنا عايز المصلحة العامة لا المدير فني دايما بيبصه على مصلحته مصلحته أن هو المنتخبي في القمة وفي أبعد جاهزية وفي أتم جاهزية وفي أبعد مكان هو ده اللي هيوصلك أني هيتكلم عليك يعني يوصلك للمصلحة الخاصة بتاعتك دي اللي هتوصلنا بقى لأن أنت المدير كرأي مجمل أن الواحد متفقل دايما أن أنت لازم تقدم الأفضل للمنتخبين بس 70% خليه كلامك دايما عن مشكلة البداية هرجع لقصة الاختيارات دي وهرجع طبعا للتشكيل المنتظر وأنت تتوقع أن يبقى فيه إصرار برضو أنه يلعب بنفس الترياة والتشكيل بس خليه أسألك على مشكلة البداية 70-80% من مطشاط منتخب مصر اللي لعبها مع مصر كيروش كان دايما فيها مشكلة في البدايات كان دايما المستوى الحقيقي المنتخب مصر ما بيظهرش إلا بعد ما يكون عدى شوت كامل أو بعد ما نكونوا اتأخرنا بهدف حصل ده حتى في آخر مطشين قدام الجزائر قدمنا شوت يعني مش أحسن مش أحسن حاجة ممكنة واستقبلنا فيه هدف وبعد الهدف ابتدنا نحس أن المنتخب مصر جي المباراة برضو مبارح في مباراة الأردن قدمنا شوت أول يعني ما كانش أحسن حاجة في الدنيا وبعد ما دخل فينا هدف وتقدمت الأردن لعبنا شوت أخر الشوت الأول طبعا تعدينا اعتقدت عادل جول مروان طبعا فرق معنا كتير أخيرا مروان سجل والشوت الثاني شفنا الشخصية الحقيقية المنتخب مصر إيه قصة البدايات مع كيروش؟ البدايات مش مع كيروش بس يعني وهي دي قفة موجودة في اللعب المصري عامة موجودة في اللعب المصري عامة أنه هو إيه؟ دايماً البدايات عند اللعب المصري بيبقى رد فاعل مش فاعل يعني ممكن التهيئة والأجواء من الجهاز الفني للعيب بتوصلوا أنه هو مثلاً عليه مثلاً ضغوطات فالضغوطات دي ما بتحررش منها أو بتبقى ملازماء أول عشر دقيقين ويستكشف وممكن تطول معاه يعني أنت لسه منتكلم دلوقتي أنت خدت شوت مثلاً كامل في ماتش زي الجزائر أو خدت مثلاً ماتش اللي فات برضو خدت وقت من الشوت الأولاني اللعب المصري دايماً بيخدش ما بيدخلش في الأجواء بتاعت المباراة بسرعة بسبب أنه هو بيفضل محمل نفسه الضغوطات أول ربع ساعة الضغوطات بتبقى عالية يعني بيقلبها بنحي سلبية أكتر بدلاً ما ناخدها إيجابياً هو يخش في الجن بسرعة يعني أنت متوقع ده يحصل في ماتش تونس كمان؟ لا ماتش تونس أنت خلاص الرتم علي فالمفروض المفروض نقول نوعي لي بعد الجزارة كابتن عبد الله يعني كان فيه أعلى مشتوط التانية قدام الجزارة لا أول قصة ما أقولها هذاك حاجة المصريين ما تبسطوش بصدارة المجموعة وما تبسطوش بقصة الإنذارات زي ما تبسطوا بالروح اللي حسوها موجودة في لعبة منتخب مصر الروح دلوقتي موجودة يعني أنا عايز أقول أنا مش موجود معهم بس فيه كلام بيجيلي من اللعبة أصحاب طبعاً موجودين في منتخب مصر في الوقت الحالي لا الروح كويسة روح متجنسة غير قبل كده قبل كده كان فيه تفرقة وإحنا نتكلم ده في حلقات السابقة قبل كده إن فيه تفرقة بين أهلي وزمالك وده بيلعب في نادي تاني ما أحترم كل الأندية لا التفرقة دي مش موجودة دلوقتي فيه حاجة اسمها روح الجماعة شغالين بيها ودي بتظهر دايماً دايماً على مدار مسيرة المنتخبات أو منتخب مصر مع كل المدرين الفنيين أو الأجهزة الفنية المسكة المنتخبات بتظهر الروح دي دايماً في البطولات المجمعة ما بتظهرش في المتشاط الفردية أو في التصريات دايماً الحاجات السلبيات بتظهر في المتشاط الفردية هتلاقي مع احترام الكامل للصحفة أنها بتظهر السلبيات لكن في البطولات المجمعة وطالما الرتم كمان والنتائج إيجابية محدش بيتكلم على أي سلبيات هتلاقي دايماً بنتكلم زي ما احنا بنتكلم كده أن الروح مجمعة كل اللعب أهلي زمالك إسماعيلي أمبي كل اللعب الموجودة هتلاقيهم روح واحدة متجنسين فكر واحد عايزين يوصلوا لهدف واحد وده اللي بيميز الروح الجمعية اللي موجودة جوه المنتخب هل تونس أصعب أم الجزائر؟ لا الجزائر طبعاً الجزائر أصعب أنا تفرجت على الفرقتين يعني بعيد عن البطولة الفرقتين حتى في التصفيات أو في الوقت اللي فاتت كله لا الجزائر عنده حتى بصات في السكواد اللي موجود اللي مش موجودين اللي مش موجودين وده بالنسبة له يعني كصف تاني اللي هو الموجود دلوقتي في البطولة فرقة قوي وده شفناه برضو في المتش بتاعنا في المجموعة لكن تونس يعتبر نسبة 70-80 هو الموجود دلوقتي هو اللي بيلعب في التصفيات وهو ده القوام الأساسي بتاعه في المجموعة ومع كده شايف أنه الجزائر أقوى من تونس أقوى